ماذا؟ كل يا زينب كل يا بنتي انت هفتان الدكتور قال انك لازم تتغذي عشان اللي بطني انا باكل اوه يامو دي وقلت زرزورة دي ولا يا خلبي على راحتها يا زينب اعرف يا زينب ان شاء الله لما تجومي بالسلامة انا حكت بالولدك عشرة فيه دا غير اللي هيوريسهم من ابوه وإن شاء الله سأسمي ولدك فراج هلأ اسمه ولدي الله يرحمه عشان اسمه ما انقطعش من البيت من كدك يا زينب أنا وردي ما عوضي لش حاجة كيف ده أنا لوطول أجيب لكم بالخير كله ما تأخرش ولدك هيعيش معانا هنا يا زينب حيتربع وسطينا مع جده ومع سته انت كمان يا زينب هتعيش معانا هنا عشان انت منتقاصل تربي وتكبريه وتاخدي بالك منه بلا جواز بلا هلب وما اللي تجوز وخدوا ايه من جوازهم عندك حاجة أمو وما اللي تجوز وخدوا ايه ما تاكل يا هارون ما بتاكلش ليه ماليش نفس وهي اللي سادت نفسك من ليلة مبارح ايه؟ اهلنا يا جنب المؤمور انا كمان اتوحشتك كتير ايه؟ بتقول ايه؟ ايه ده يا عمده بلا اش انفعال حاسب على نفسك يا عمده انا يجرانك حاجة وعيانك عايزينك بردك المرة دي مرة سهوة هي وشو سهوة كمان بتشتمنا في حضرة جناب البيت طب اعمل حساب لجناب من غير غلط يا عمده ردع كلام اللي قال يوسي حاضر جنابك بقي انت اسمعت الغفير زناتي وشغل غفره وما بيقوله ان اللفقت للغفير نجاتي طهمة سرجة بندجية الميري انا مولد حمدان في ايه؟ ردتي هي يوسف جول اللي قلته للمأمور ما ياخد الروح اللي اللي خالجها يا اخونا انا 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 قلت الجناب المأمور وكل اللي اسمعته بقيت الراعض في ودانك يا خرفها نتحل دان! ما تنساش نفسك حاجك علي انا يا جناب المأمور موقيت بالراجل ده ما اسخت وباين زي الشمش احنا عملنا محضر بقاوال يوسف هو بيتهمك بالله اللي تقولوك ده يا حضرت العمدة انت وحمد يا أبيه يا بية الراجل ده كد ابي يفصل وشه الله يسامحك يا عمدة وهو هيوسف حدك ليه ليه ما تسألو يبيه ولا اسألو مراته استأنّالون انا ليه يا اخو؟ اكيدة انت اللي جبتي له حد انه عشان يقولي شهده الظور دي لا documentary الزور داي بتعرفها انت هو ابوك العم داي مش احنا انا اقول لك يا ساعات البيه الراجل داي بيشهد علينا زور ليه عشان مرته داي طول عمره وهي كرهاني من زمان من قيم ابوها وابويه ونفسها ومونا عينها تشوفنا واجعين في مصيبة بعدين يا بيه الراجل الجوزها داي ملهوش كلمة ولا رقم على طول مطواحها وماشي على هواها واكيد جابتوا لحد هنا غصبة عنيه عشان يجوني كلام الخايب داي يعني انتوا بتنكروا الكلام اللي بقولوا يوسف ايوه جنابك وتقدروا تجيبوا الغفير زناتي وشيخ الغفر وتسألوه ام هيقولوا جنابك ان الراجل داي كده في كل الكلمة جاليه صديقني يا باشي اهم جوم المركز انتوا كنتوا في المركز صح واتهمتوا حضرة العمدي انه لفق للغفير نجاتي جادت سرجة السلاح وان العمدي هوا اللي كان اللي سرج وبدو جيت نجاتي وجدت لك الجراء يا بوحافن تشهد على حضرة العمدي ايه ما جاء متوليه وحضرة العمدي ما هي سكتش شوفتوا المرة وعملهم دي ما عبرتناش ولا حتى كلفت خطيرها ترد علينا يا طول عمرة هي اللي سيجاه يا رياني بس المرة دي هتجيب أجله يوسف جوز ياه زي ما يكون مغصوب علي ايه حصلت؟ يوسف ومرة ترايحين المركز يشهدوا عليك يا بوي النار تلقاها جايدة في ناصرة من ساعة اللي حصل للشعابنا انتوا قطعتوا دي للحية لكن راسها لسه جاعدة وبتبخ السم كمان يعني كلام ناصرة ويوسف صحي يا هارون انت وزيت زناتي وادعمك على نجاتي يشهد وزور عليه وتلقاك كمان كاريت عليه يضربه ويسرق وندقيته تقولي ايه يا زاهي انت صدكت المرة السوى دي هي وجوز ايه اما الراح ويشهدوا عليك ليه انا عارفش ايه؟ جي نروح اسأليهم وابوي هيعملك دهليه في الغفير نجاتي بينه وبينه ايه؟ عندك حق يا ديال وبعدين هو عمي هارون هيعمل رأسه برأس حتة غفير معفن زي النجاتي ولا يعوز يلفج له تهمة ليه؟ والعلمك يوسف ومرته ما اتهموش عمي هارون لوحدة ايوه دول التهمون انا كمان مع ابوي ان ايه اللي بينه وبين الغفير نجاتي دي عشان اعمل له حاجة يعني ايش عرفني اسأل ابوك بزيداك يا زاهي خلينا نشوف المصيبة اللي حطت في الجراسطة دي مصيبة ايه يا بوي كفال الشرق؟ واي حديث للناس بالباطل يجوم يصدقوه؟ يوسف ما عندهوش دليل على كلامه ايوه يا بوي وعمي مسرحي والغفير زناتي راحوا بمركز وقالوا ان يوسف كدار بكرا المامور يحول المحضر للنيابة وكلها يمين ونيابة تبدد التحقيق ما حدش يدمن ساعتها ايه اللي ممكن يحصل دهمة زي ديه مزينة في حاجي لو ثبتت علي العمودية هتروح مني بسببها بعد الشر عليك ما تقولش كده يا عم انت مش بتقول انك مليكش صالح باللي حصل لنجاتي خايفة العمودية ليه؟ دلوك يا بوي البلد كلها عرفت ان يوسف ومرطه شهدوا عليكو على حمدان وان الكلب ده تجرق علينا وعمل اللي محدش قدر يعمله قبل كده يبقى يوسف ومرطه لازم يتقدب صح يا بوي المهم دلوك هو يوسف هو لاتهمنا رسمي يبقى لازم نقدبوه ان شاء الله نقتلوه وانتوقوه قبل ما يروح النيابة بيقول اللي قاله في المركز لا يا حمدان يوسف محدش يجرب مني ياه ليه يا بوي ما هو يوسف لو جراله حاجة حيتخموه نحن ما حدش له مصلحة في قتل يوسف جدا ساعتها القضيه هتلبسنا طب والعمل دلوك يا بوي انت نوي على ايه يا عم اه دياب روح انت المصلحة اللي قلتلك عليها لما تعاود اكون انا شفتلي تصريفة مع الاسم يوسف ده اللي تشوفو يا بوي ما لكش حاج يا يوسف اللي انت عملته وحد يتهم عمضة بلادهم تهمة زي ديك والعمدام مصلحته ايه يعني يعمل اللي انت بتقول عليدي في الواد الغلبان اللي اسمه نجاتي اه طول عمره شغال عنده وعامل خده مداس يمكن يا اخي سمعك خانك وما سمعتش الكلام صح خلاص قلت اللي عنديكو طب اسمع اللي عنديه نعاد يوسف مش هيغير شاهدته وكمان هيقولها جدام النيابة لما تبعت لا الكلام ما يبقاش اكده يا مو حسن احنا قلبنا على جوزك قلبكم على جوزي ولا قلبكم على العمضة الظالم اللي بعيدكم عملن له الف حساب طب اعملوا حساب ليوم الحساب عيب عيب الكلام اللي بتقوليه اهده يا مو حسن عيب شرفته وانسته احنا كان قزنا خير بس الظاهر ان مفيش فايدة يلا مينا يا رجالة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودي اللي كان تعبك يا ولدي وما قداش تقولي عليه انا تعبان اقتر دلوقت تعبان من ايه يا يوسف هو اللي يرضي ربنا يتعب بردك دي راحة ما بعدها راحة بس اللي يميز ابني يسله ربنا يسله ليه عملتك دي يومي عملتها دي واغت ابوي مدر للنار ومزوجكا انه عريس وفرحانة جوي حرام عليك وانت واغتها بيادك للموت موته يا غبية انت الموت والخراب فكتم الشهادة فمعصية ربنا يا بيت بيت شغل الجامع ديه الزمان اللغبر دي موسيقى السلام عليكم عليكم السلام عليكم ديني هلب السجايري اشتركوا في القناة